صناعة الخوص في العراق واحدة من أقدم الصناعات في البلاد وتكاد تكون الأولى التي عرفها العراقيون منذ القدم حيث توارثتها الأجيال ويرتبط مكان انتشار هذه الحرفة في المناطق التي يكثر فيها القصب والنخيل والتي تعتمد على أدوات بسيطة في صناعتها مهنة الخواصة أصبحت كغيرها من المهن تصارع الزمن في بغداد من أجل البقاء أمام التطور التكنولوجي والذي دفع إلى تراجع الطلب في اقتناء المنتجات المصنوعة يدويا يعني الناس والتطور والتكنولوجيا بعد ما عدوا انقناع بها الأمور أقبال الناس أكثر أقل قلت لك التطور أي بالسبعينات والثمانيات أقبالهم أكثر أكثر التكنولوجيا والتطور بعد ويعني أقبالهم صار أقل على هذا أهم ما يصنع من القصب والنخيل هي الأوعية والقبعات والمضلات والمراوح اليدوية إلا أن ترد الواقع الزراعي للنخيل أثر بشكل كبير في تراجع هذه الصناعة والذي انعكس بدوره أيضا إلى انخفاض الطلب على المنتجات المصنوعة من الخوص رغم فوائدها المتعددة ورخص أثمانها فضلا عن جمالي ورونقي مظهرها الخوص يتحلل بسرعة وموادها مضارة للبيئة الحافظة البلاستيك اللي يستخدموها للخبز الخبز بيها يعفن ويابس بالحافظة الخوص لا يعفن ولا يابس ليش؟ لأن أكو مجال للتهوية باعتباري عن شلون المسامات بيها منتجات الخوص لم تكن للتجارة فقط فمع مرور الزمن تحولت مهنة الخواصة إلى فن يدرس في معاهد الفنون الجميلة حيث تطورت استخدامات السعف من احتياجات الإنسان التقليدية إلى تحف ذات أشكال وألوان زهية ونقوش جميلة وذات أغراض متعددة تضيف للمنازل والحدائق مسحة جمادية أكو عالم خاصة اللي يجون يقتنون هاي الشغلات يعجب يخليها ببيتها في يجي يقتنيها مننا أصحاب هذه المهنة أصبحوا يصارعون من أجل البقاء على مهنتهم هذه التي ورثوها عن آبائهم بسبب قلة سعف النخيل الذي هو المادة الأساسية في صناعة الخوص فضلاً عن تأثير تطور التكنولوجي السريع الذي قدم البديل عن منتجاتهم بمصنوعات بلاستيكية ومواد أخرى